أهلا بك أنت كيف تقرأ هذا الهجوم بدلالة الزمان حيث كانت رئيسة الوزراء في مبنى البرلمان وكذلك هذا المكان بكل رمزيته وأهميته وما يحيط به من مؤسسات سيادية هو أهم شيء في هذا الحدث هو المكان كان بإمكان هذه العملية أن تجري في أي مكان آخر كما جرت في باريس في نيس أو كما جرت في برلين في أحد الأسواق لكن هذا المكان الرمزي الذي يمثل أعرق ديمقراطية في العالم وأقدمها مجلس العموم وإبان اجتماع المجلس العموم ووجود رئيسة الوزراء وبالتالي كان هناك بشكل أو بآخر رمزية سياسية لهذه العملية بغض النظر لا نعرف حتى الآن التفاصيل عن هوية وعن أجندة المنفذ وعن من يقف وراءه ولا نعرف أيضا إذا كان فعلا قد تقصد القيام بهذه العملية في وقت اجتماع مجلس العموم أو استهدف فعلا هذا المبنى بالذات لأهداف لها علاقة بالإرهاب أو كان يريد أن يسبب أكبر عدد ممكن من الخسائر داخل شوارع لندن أنا أريد طبعا أن لا أستبعد كل الفرضيات لكن البعض يربط ذلك بالاجتماع الدول التحالف الدولي في واشنطن لمكافحة داعش البعض أيضا يأتي على ذكر الزكرة الثانوية الأولى لهجمات بروكسل لا أعرف إذا إلى هذه الدرجة هذا المنفذ أو هذه العملية تمت بهذا التوقيت وبهذه الضقة وبهذه الأهداف لكن لا شك أنها ضربة كبرى للأمن البريطاني وضربة كبرى للندن ولنظامها السياسي المتمثل أيضا ببرلماني مباشرة نعم هذه الضربة التي تعبر عنها بهذا الوصف ما هي تداعياتها ضربتها على الوضع السياسي على تريزا ماي التي تهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي وكذلك العلاقة مع الولايات المتحدة والحرب على الإرهاب يعني أعتقد أن تريزا ماي كرئيسة للحكومة البريطانية هي تتلقى هذه الصفعة الإرهابية كما تلقتها الحكومات الفرنسية بباني الهجمات الأخيرة وكما تلقتها أيضا الحكومة الألمانية والحكومة البريطانية وبالتالي الحكومة الألمانية والحكومة البلجيكية وبالتالي فإن بريطانيا تنضم هذه المرة إلى قافلة الدول الأوروبية التي استهدفها هذا الإرهاب وطبعا بريطانيا لم تتفاجأ في الموضوع الأجهزة الأمنية كانت قد حذرت مرارا من أن البلد سيتعرض قالوا أنه سيتعرض إلى هجمات إرهابية بريطانيا هي دولة عضو فاعلة تماما في التحالف الدولي ضد الإرهاب أجزة الأمن البريطانية تمتلك كفاءات كبرى لتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة في العالم ولديهم طبعا في بريطانيا خبرة جدا في مكافحة الإرهاب وأعتقد أن تدابير الأمنية التي تتخذها السلطات البريطانية سواء على المستوى العام أو على المستوى الخاص المتعلق بهذه المنطقة وبحماية مجلس العموم كانت كافية لوقف هذه العملية وبالتالي الحد من أضرارها التي كان ممكن أن تكون أكبر من ذلك الدكتور محمد قواص الكاتب والبحث السياسي ضيفنا في لندن شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله حمود نعود إلى طريقة